أشهد مراقبون وإعلاميون في المملكة العربية السعودية بمضامين الكلمة التي ألقاها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جيم بينك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وما تضمنته من تجارب استراتيجية ساهمت في تجاوز أزمة الجائحة العالمية التي حلت بالعالم أجمع بسبب فيروس كورونا طبعا أتت كلمة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية في قرابة 8 دقائق كاملة ووافية وتحدث عن عدة محاول ركز في ضمن هذه المحاول على الإنسان وأهمية دور الإنسان في مجابهة هذا الوباء اللي مر على الصين ربما هي أكثر دولة تضررت أو واجهت هذا المرض مباشرة فكان ركز على دور الإنسان أي إن كان هذا الإنسان هو في الجيش الصيني أو حتى في منظومة الصحة على دوره كان كبير جدا ثم بعد ذلك تغير خطابه إلى العالم أجمع وأهمية أن يكون العالم كله أسرة واحدة وأن يتكاتف الجميع وهذه فعلا ما نطبقها في مملكة العربية السعودية في سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية هي أن يكون السلام يعم العالم وأكد المتابعون بأن الرئيس شي جيم بينك وضع ملف القضاء على الفقر ضمن أولويات الحكومة كما أشاد المتابعون بالإنجازات التي حققتها الصين خلال العام المنصرم بقيادة الرئيس الصيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم تطرق الرئيس الصيني خلال كلمته أيضا إلى مكافحة الفقر في البلاد هذه المعضلة أو هذه الركيزة الأساسية في أي اقتصاد في العالم هي أحد اهتمامات الحكومات ما قام بها الرئيس الصيني من جهود وقامت بها الحكومة الصينية من جهود جبارة في مكافحة هذه المعضلة الأساسية تمثلت في عقد الشركات الاقتصادية والسياسية وما أنتاجته حكومة الصين من محاولة أو الرفع من الدخل الفرد لمكافحة هذه الظاهرة والتي أصبحت شان عالمي في كل دول العالم يعاني كل دولة من مشاكل الفقر ومشاكل انخفاض دخل الفرد لكن يتم معالجة مثل هذه الأمور في عقد الاتفاقيات الاقتصادية والإنشاءات وما يقوم بها عليها الاقتصاد من تبادل تجاري ومصالح مشتركة بين الدول ونوه المراقبون بالمشاريع التي نفذتها جمهورية الصين الشعبية خلال جائحة كورونا والمتابعة الدقيقة للرئيس شي جيم بينغ والتي ساهمت بشكل كبير في عبور الصين إلى بر الأمان ومواصلة عجلة التنمية ومساعدة الدول العالم لتجاوز الأزمة العالمية إشادات واسعة بكلمة الرئيس شي جيم بينغ والتي شكلت خارطة طريق لعام جديد يدعو إلى التفاؤل والعبور إلى بر الأمان بعد عام شهد فيه العالم أزمة غير مسبوقة سامي الحمود لقناة CGTN العربية أريد